دشنت مؤسسة الطرق والجسور بمحافظة لحج المرحلة الأولى من مشروع الصيانة الروتينية للطريق العام الرابط بين عدن ولحج بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن ويسهرف المشروع ترميم وصيانة الطرق من منطقة صبر حتى جسر الحسين بطول 11 كم كمرحلة أولى من أصل 22 كم من جولة الكراع إلى جسر الحسين وخلال الترشين أشار مدير المؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة لحج المهندس رياض حسن بأن هذا المشروع يستهدف ترميم الحفائر وإعادة تأهيل بعض المقاطع الكبيرة ردمي وتسوية الأكتاف الترابية وقال إن نسبة إنجاز هذا المشروع بلغ 90% مشيرا بأن مادة الخلطة الإسفلتية اليوم من إنتاج مصنع وخلاطة نوبا دوكايم التابعة للمؤسسة والتي تم إعادة صيانتها وتأهيلها بعد سنوات من التوقف مشيدا بجهود المحافظة المحافظ أحمد عبدالله تركي في سعادة الموقع ودعم المدير العام التنفيذي لمهندس علي أحمد حسن في إعادة تشغيل خلاطة الإسفلت والتي تعرضت للنهب وسلب أثناء الحرب وتم إعادة تأهيلها وصيانتها